رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على وثيقة الإعلان الدستوري ووصف مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الاتفاق بالعظيم وأوضح المستشار بولتون في تغريدة له على تويتر أن الشعب السوداني كافح من أجل تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية مبينا أن هذا الاتفاق يحتاج إلى ضمانات من أجل تلبية مطالب الشعب السوداني